خبرين كده بسرعة بخصوص الصفر الأهل العيلة عن مباراة المقاولين يوم الثلاث نعم الجهاز الفني فضل إن اللعيب أتروح ويوم اللاربع بفيه تمرين الصبح وبعد كده يسفروا حوالي ساعة تنين الظهر إلى بريتوريا نعم الحاجة التانية كمان الحكم اللي يدير هذه المباراة حكم خبراته مش كبيرة حكم سنغالي اسمه عيسى سا كان دايماً حكم رابع بينزل مع ماجيت نضاي وأدار لو كلكم فاكرين مباراة الزمالك وبلوزداد في القاهرة دي النقطة الوحيدة اللي ممكن تتخوفني من طاقي من تحكيم في مباراة سانداونز والأهل حكم مش خبراته مش من الصفر صفر تاني يعني درجة ممتازة أو الحاجة يعني الصفر الأول في كل أحوال نتمنى أتمنى إن شاء الله إن شاء الله نحن نلعب مباراة كويزة وإن شاء الله إن شاء الله نرجع بالتلات لقات وأنا في وجهة نظري ده هيبقى أفضل اعتذار من لعبة الناد الأهلي لجماهيرهم أكيد عن البداية السيئة وخسارة خمس نقاط في أول جولة دي ترجمة نانسي قنقر